لا تنسون عام 1907 أوصيكم أوصيكم وأنتم وأبنائكم لا تنسون 1907 مؤتمر آخر نجني ثماره المرة الآن عام 1907 دعا له رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت اسم كامبل بانرمن دعا سبع دول أوروبي ليست من بينها ألمانيا دعا سبع دول وقال لهم بالفعل نحن الآن في مرحلة انحدار فيسأل السبع دول يقول بيننا خلافات كبيرة وبيننا تنافس خطير لكن هل تريدون البقاء على القمة أم تريدون بالفعل مواصلة السقوط فإذا بالإجماع يقول لا نريد البقاء على القمة وزعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي كل الوفود كل فرد أخذ بلا شك خريطة الوطن العربي فإذا بيسأل كامبل بانرمن استلنتم الخرائط قالوا نعم واذا يطرعونها فإذا بيقول هذه المنطقة من الخليج إلى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا هذه المنطقة الآن منطقة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة يتقتلون على قطرة ما لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة يمتلكون ما لا نمتلك كلهم إلا بعض الأقليات البسطة كلهم يتبعون دين واحد بينما في أوروبا عشرات وعشرات المذاهب يتهمت له الدين واحد لغة واحدة يقول من يذهب من الكويت إلى نواكشور ما يحتاج مترجم يتكلموا اللغة واحدة شوفها المساحة الشاسعة هذه المنطقة تشرف على أوروبا من الشمال وعلى أفريقيا من الجنوب وعلى شبه القرى الهندية وعلى آسيا هذه المنطقة تحتوي على كل الرو ماتيريالز كما ذكر هناك المواد الخامل اللي يحتاجها الغرب هذه المنطقة تستطيع أن تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز باب المندب قناة السويس مضيق جبل طارق فإذن هذه المنطقة ما لم تظل ضعيفة إن نهضت لأنهم كما قال لا يحتاجون إلا لقيادة صالحة بس قيادة صالحة متى ما حصلوا على القيادة الصالحة ستنهض هذه الأمور لأنهم لديهم كل مقومات النجاح فإذا بالسؤال ماذا نفعل أنا تمناكم أخوان الله يلوحنا ندرس الماد خلناكم تقرؤون كل مقرراتهم خلونا نفهم شي اللي صار ضدنا إذا بهم يصلون كما قلت لكم إلى ثلاثة أمور يقولون يجب زرع جسم غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي ما سموا إسرائيل الأوراق عندي ما قالوا إسرائيل بالإنجليز وبالعربي لكن ما قالوا قالوا جسم غريب هذا الجسم الغريب له ثلاث أهداث الهدف الأول أن يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي الثاني أن يكون ولا أهل الغرب الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم الثالث وهو المهم أن يجعل المنطقة في حالة لا توازن لأن التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة ونحن نريد أن نخلق أجواء تمنع نهضة الأمة إن نهضت فستأتي على حسابنا هذا الكلام في مقررات إذا ما قرأنا هذا خطأ نعنا فإذا بالغرب بالفعل يقرر إنشاء جسم غريب له ثلاثة أهداف يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي يكون ولاءه للغرب ويعطل نهضة الأمة العربية ليه ما قرأنا هل المقررات من عام 1907 أحبابي من عام 1907 ما قرأنا هل المقررات والله له الأمر بيدي يقررها على طلابنا في كل المراحل نحن إلى اللحظة هذه ما عرفنا عن هذا المؤتمر وأتحدى أن يكون أحد عنده مقررات المؤتمر أتحدى بينما الذي عرف عنه اليهود فإذا باليهود بقيادة حايم وايزمن يذهبون إلى بريطانيا أم الخبائث وإلى ألمانيا وإلى كل الدول أول مدهو طبعا للخلافة التركية لكن مناعهم طبعا الخليفة عبد الحميد السلطان فإذا بهم يقولون قرأنا المقررات إيش رأيكم إحنا نكون الجسم الغريب معاهدكم إن ولاءنا لكم للغرب بس بشر ما تتركون كل ما نطلب منكم أعطونا إياه لنا دور واحد تعطيل نهضة الأمة يكفيكم قالوا يكفونا يكفينا ذلك فاللي تراه أنت الآن هذا عقد بينهم أننا نعطل نهضة الأمة نجعل الأمة في حالة لا توازن لأن التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة ونحن لا نريد لهذه النهضة فإسرائيل لا تريد أن تخسر كثير تعالوا أنتم ونقوم بدوركم فلا يمكن تسمح لا أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي دول بهزيمة إسرائيل لأن هزيمة إسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عام 1907 ترجمة نانسي قنقر